بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحباً بالجميع مع كورس التداول في أسواق الفوركس على قناة STC مع الحلقة الخامسة من هذا الكورس تحت عنوان كيفية قياس تذبذب الأسواق في سوق الفوركس سنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بالشرح والتفصيل العناصر الآتية ما هو التذبذب؟ لماذا يعتبر التذبذب مهماً في التداول؟ كيف يتم قياس التذبذب؟ كيفية استخدام التذبذب في التداول؟ أولاً ما هو التذبذب؟ التذبذب هو قياس التغيرات في قيمة الأصل خلال فترة زمنية معينة كلما زادت تغيرات قيمة الأصل كلما دل ذلك على ارتفاع تذبذبه فإذا كان معدل تذبذب الأصل مرتفعاً تكون هناك مخاطرة أكبر عند تداوله ولكن في المقابل ستتزايد أيضاً احتمالات تحقيق الأرباح والعكس صحيح إذا كان معدل تذبذب الأصل منخفضاً بالطبع ستكون هناك مخاطرة أقل عند تداوله ولكن ستتناقص بالتبعية احتمالات تحقيق الأرباح طيب أنا كمتداول ماذا يجب علي أن أتصرف كمتداول سأبحث دائماً عن طرق لزيادة الأرباح وبالتالي سوف أسعى في التداول للأصول الأكثر تذبذباً وذلك لأنها ستعطي احتمالات أكبر لتحقيق الربح طيب كيف يقاس التذبذب؟ يقاس التذبذب باستخدام مؤشرات معينة سنعرضها الآن على وجه الإجمال ثم سوف نفصلها فيما بعد كل مؤشر عن أحده من خلال المنصة وأهم هذه المتوسطات هي المتوسطات المتحركة البولينجر باند ومتوسط المدى الحقيقي هذه المؤشرات من أكثر المتوسطات استخداماً وشهرة في عالم التداول ويستخدم كل مؤشر من هذه المؤشرات بشكل مختلف قليلاً عن الآخر في قياس تذبذب الأصل والشيء الأكثر أهمية هو أنه يتم تفسير بيانات كل مؤشر بطريقة مختلفة عن الآخر والآن دعونا نلقي نظرة سريعة أولاً على المتوسطات المتحركة تعرض المتوسطات المتحركة على رسم البيان الحقيقي للسعر وتعطي العلاقة بين المتوسط المتحرك مع السعر الحالي مؤشراً على تذبذب الأصل فكلما زاد اتعاد السعر عن المتوسط المتحرك كلما دل ذلك على ارتفاع تقلباته ثانياً البولينجر باند أحد المؤشرات الشائعة الاستخدام لقياس التذبذب يعرض البولينجر باند التذبذب بشكل مختلف قليلاً حيث يتم تطبيق عدة خطوط على حركة السعر والتي بدورها تنكمش إلى الداخل أي الخطوط تنكمش إلى الداخل عندما يكون التذبذب منخفضاً بينما تتسع هذه الخطوط إلى الخارج ويتزايد النطاق المحصور بينها عند ارتفاع التذبذب وعلى هذا الأساس نستطيع القول أنه حينما يكون للأصل نطاقات واسعة فهذا يدل على ارتفاع معدل تذبذبه ثالثاً مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR يعتبر هذا المؤشر هو أيضاً أداة لقياس التذبذب إلا أنه يعطي قيمة فعلية فبدلاً من مراقبة العلاقة بين الأسعار والمؤشر كما هو الحال مع المتوسط المتحرك والبلينجر باند فإن مؤشر ATR يعطي قيمة محددة وكلما ارتفعت تلك القيمة كلما دل ذلك على ارتفاع التذبذب ومن مميزات مؤشر ATR أنه يظهر لنا ما إذا كان التذبذب يتزايد أم يتناقص وكذلك يعطينا بوضوح مقدار هذا التذبذب في وقت معين لكن من المهم والضروري ملاحظة ومعرفة أن مؤشر ATR لا يعطي اتجاها للترند بل هو فقط يؤشر إلى ما إذا كان التذبذب على هذا الأصل الذي يتم التدول عليه يتزايد أم يتناقص ويمكن معرفة ذلك من خلال الاتي عندما يتجه خط مؤشر ATR إلى أعلى فإن ذلك يدل على تزايد تذبذب الأصل وعندما يكون التذبذب منخفضا إلى أسفل ويتناقص يتقلس ويقل إلى حد كبير إمكاني ظهور تحركات كبيرة ومربحة لهذا في هذا الحال يتعين على المتداول تجنب هذه النوعية من بنية الأسواق وعلى النقيد من ذلك عند توقع تحركات كبيرة وخاصة في حالات الإختراقات السعرية يكون من الضروري التداول في تلك الأوقات التي تشهد تقلبات مرتفعة لأنه عندما يكون التذبذب مرتفعا تزداد معه فرص ظهور حركة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تحقيق الأرباح وهو ما يعطي فرصة أكبر للمتداولين لكسب المزيد من الأموال ويمكن تلخيص المحاضرة الخامسة في النقاط الآتية واحد تعريف التذبذب هو ببساطة قياس مقدار قيمة الأصل خلال فترة زمنية معينة اتنين بالتالي كلما ارتفع معدل التذبذب كلما زادت فرص تحقيق الأرباح من تداول هذا الأصل رقم ثلاثة بالمثل إذا كان تذبذب الأصل منخفضا فمن الأفضل جنب التداول عليه أربعة يمكننا استخدام مؤشرات متنوعة لتخبرنا بمعلومات عن تذبذب الأصل في أي وقت من الأوقات إلى هذا الحد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة إلى أن ألقاكم في درس القادم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلاموني ترجمة نانسي قنقر